نعم يعني قبل قليل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سعير بمحافظة الخليل جنود الضفة الغربية المحتلة وفي هذه الأثناء تدور اشتباكات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وحتى اللحظة أبلغنا عن عدد من الإصابات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل ذلك أيضا اتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم وعدد من مخيماتها وعثت فيها فسادا وخرابا حيث تدور في هذه الأثناء أيضا مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي نشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف عند ساعات المساء من حملات الدهم والاعتقال في صفوف الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية حيث اتقلت منذ الليلة الماضية وحتى ساعات فجر هذا اليوم نحو سبعين فلسطينيين بحسب المؤسسات التي تعنى بالأسرة هذا يرفع عدد المؤتقالين الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3450 مواطنا فلسطينيا اتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بدوافع الانتقام من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في وقت تواصل فيه آلة الحرب والعدوان الإسرائيلي حربها المسمومة على قطاع غزة وتقتل المزيد من الأبرياء حيث ارتفعت الحصيلة أيضا في قطاع غزة إلى أكثر من 16 ألف شهيد وأكثر من 35 ألف مصاب في العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم التاسع والخمسين على التوالي نشير أيضا إلى أنه منذ ساعات فجر هذا اليوم اتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة كالكيليا شمال الضفة الغربية وقتلت شابين فلسطينيين وأصابت عدد من المواطنين بجراح بينهم شرطي فلسطيني وكذلك عند ساعات مساء هذا اليوم اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمال مدينة الكدس المحتلة وقتلت شابا فلسطينيا تم تشيئ جثمانه عند ساعات مساء هذا اليوم بالإضافة إلى إصابة أكثر من 33 مواطنا فلسطينيا وتواصلت الابتهمات لعدة ساعات عاثت خلالها قوات الاحتلال المزيد من الخراب والدمار في مخيم قلندية وفي بلدة كفر عقب حيث اكتحمت مكر محافظة الخدس في المخيم وعدد من المحال التجارية وفرضت المزيد من الضرائب على المواطنين المقدسيين في بلدة كفر عقب وكذلك في مخيم قلندية نعم لكن كيف تصدى الفلسطينيين لهذا التصاعد الإسرائيلي؟ الفلسطينيون بطبيعة الحال على الضوام يتصدون بصدورهم العارية ومن يتمكن من إلقاء الحجارة وإن كان هناك مسلحين يتفقون على النار على الاحتلال الإسرائيلي كما حدث صبيحة هذا اليوم في مدينة طول كريم حيث كان هناك اشتباك مسلح ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال يعني الشعب الفلسطيني يواجه بصدوره العارية آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية حيث يتناوب جيش الاحتلال الإسرائيلي مع قطعان المستوطنين في اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين بذلك ارتفعت حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر عن ناضي إلى 257 شهيدا قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى أن عدد منهم أيضا قتلهم قطعان المستوطنين الإسرائيلي اشتركوا في القناة